موسيقى مادة التربية المسرحية في النصف المدرسي مبنية بالأساس على التواصل وذلك لأن تاني درس في مادة التربية المسرحية هو التواصل والتواصل يكون عبر مراحل هناك فيه على الأقل طرفين الطرف الأول هو البيت البيت هو من يرسل الرسالة إلى المتقبل والطرف الثاني هو المتقبل الذي يتقبل الرسالة ويفق شفرتها ثم يجيب عليها هكذا ينبني التواصل في صفة عامة أما التواصل في مادة التربية المسرحية فينكون من خلال الانفتاح على المحيط الخارجي والقيام بشركات مع زملائهم ومع الإطار التربوي ومع المحيط الذين هم فيه وأيضا مع المجتمع المدني حتى يتمكن التنميذ من تعديل زيقته في نفسه والتواصل مع المجموعات المختلفة وتقبل زملائهم بالفوارق المختلفة موسيقى حاولت آذات تقنية دمش ذوي الهمم أو ذوي الحاشيات الخصوصية في الدعليم العامة وذلك لأن موضوع المسرح في الوسط المدرسي لديه أهمية أصوأ للتنميذ بصفة عامة وللتنميذ من ذوي الهمم بصفة خاصة وبما أن التنميذ مهما كان اختلافه هو محوى العملية التربوية وجب علينا كإطار تربوي اعتماد منهج منطقه يعتمد على الفيديوغوشة الغالية منها إصال المعلومة إلى المتعلم وتطهير مكتساباته ومعارفه وحسن استغلالها لدى اللعب من ذوي الهمم ومحاولة رشاده عن طريق التربية الحديثة واتباع مدارج تعلم متطورة فتماشى مع اختلافاتهم قضى تذيني الحواسس الجسدية الحسية والذنية والنفسية التي يمكن أن تخول بينهم وبين عملية التعلم رندن نبولي مديرة المدرسة الأعدادية طال حدد بزريبة حمام مدرستنا كما جل المدارسة التونسية هي مدرسة مدمجة يعني يتم فيها إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي التلميذ نسعى وأننا نوفروا له بيئة ومناخ مناسب من أجل أنه يدرس في مدرسة يطيف فيها التعلم ذوي الاحتياجات الخاصة ذوما تكون عندهم حواجز تعرقل عملية التعلم تيحهم وأحنا دورنا أن نظلوا الحواجز هذه ونرفعها من أجل أن التلميذ يدرس في بيئة مناسبة حلبلاء 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 فيما تفكر مليئاً في الثمار في كل وقت لكن كل فصل وله ثمار ستكون ثمار كفيرة وطغراء هذا مستحيل لا تفسد الحق هذا الزوابك سيفسد المحصور أنت لا تعرف شيئاً دعني وشأني أرجوك لا تبع لابا سيسبع العقل بالأتامن والرائحة ستكون في مهار كثيرة وطغراء أرجوك لا 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 من وجوك الله